بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم? ما تنسوش تشتركوا هنا في آآ قناة التليجرام اللي هي دي. دي قناة التليجرام آآ وده فيها كل حاجة ده الرابط ممكن تنسخوه. او تكتبوا في آآ تليجرام تحليل خرائط فلاكية هيطلع لكم على طوق. طيب يعني تكتبوا الكلمة دي تحليل خرائط فلاكية هيطلع لكم الحساب. او ابحث باليوزر نيم ده. اللي هو اسطر سعودية واحد. طيب. آآ في هنا بس شوية حاجات نتكلم فيهم عن موضوع تأسيم البيوت. في ناس تيجي تقولك ايه? انا معرفش الكوكب ده في اي بيت. واحد يقولك ان فيه فلكي بيستخدم نظام الاسهم. يقولك انا باستخدم نظام الاسهم. او فيه فلكي تاني يقولك انا باستخدم نظام كل برج بيت. كل برج بيت. والما زال الموضوع ده عليه خلاف. الطالع هنا موجود في اي بيت. الطالع هنا موجود او موجود في. الطالع هو البيت الدلو. الموجودة عند مسلا مسلا يعني. عند الدرجة رقم عشرة في برج الدلو. يعني ده الدرجة رقم صفر. الدرجة رقم خمسة. الدرجة رقم عشرة. الدرجة رقم خمستاشر. الدرجة رقم عشرين. الدرجة رقم خمسة وعشرين. وده نهاية البرج الدرجة رقم تسعة وعشرين. وهكزا. كل برج من الابراج بيتقسم تلاتين درجة. بيبتدي من الدرجة صفر. ماشي. فدلوقتي انت بتعتبر ان الدلو كله على بعضيه هو البيت الاوقل. يعني اللي باللصفر ده كله على بعضيه البيت الاوقل. ده كده هو. اللصفر ده البيت الاوقل. واللي بعده اللي هو باللون اللي بعده ده هو البيت رقم اتنين. الحوت. والحمل تلاتة وهكذا. في ناس لا تقولك انا بشتغل بنظام البيوت المتساوية. يعني من اول الدرجة دي مسلا من اول الدرجة عشرة في برج الدلو لحد الدرجة عشرة في برج الحوت. لحد الدرجة عشرة في برج الحمل. لحد الدرجة عشر. لو انت جيت سألت وكده كبرت الصورة. هنا. المريخ ده موجود فين? المريخ ده موجود فيه الدرجة رقم تمانية في برج الميزان اهو. في الدرجة رقم تمانية في برج الميزان. هو كتب رقم تمانية اهو. وست دقائق وكتب الرمز ده العلامة بتاع الخط ان هو موجود في برج الميزان ده هو. محطوط في اي بيت. محطوط في المساحة دي بتاع البيت رقم تمانية. فهنا نقول ان مريخ الميزان موجود في البيت رقم تمانية. طب الظهرة موجودة في الدرجة رقم 25 في برج الميزان بس في البيت رقم 9 لأنه وقع في المساحة دي إزاي بقى؟ أي كوكب بيقع في المساحة من الخط للخط يحسب في البيت مثلا أي كوكب يقع في المنطقة دي فهو في البيت الثاني أي كوكب يقع في المنطقة دي فهو في البيت الخامس أي كوكب يقع في المنطقة دي فهو في البيت العاشر أي كوكب يقع في المنطقة دي فهو في البيت السابع وكذا يبقى ده اسمها مساحة البيوت يعني انت ممكن تسهل الموضوع بقى ده كده البيت الاول يعني ده كده مساحة البيت الاول ده كده مساحة البيت رقم اثنين مثلا ده كده مساحة البيت رقم تلاتة ده كده مساحة البيت رقم اربعة وهكذا بس ده مش صح الصح انك تقول ان كل برج بيت انا كنت الاول شغال بطريقة البيوت المتساوية اللي هم الناس في تويتر بيسموها بيسموها ايش بيسموها يا سيدي النظام الاسهم هي مش اسمها النظام هي اسمها النظام اهي 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 معرفش الخط اللي كبير كده منرة اهي كده اهي اسسي اللي هو الواتد البيوت المتساوية من خط الطالع البيوت المتساوية من الخط الطالع ده فده ابتدا في الدرجة عشرة يبقى ده في الدرجة عشرة ده في الدرجة عشرة وهكزا عشرة من كل برج عشرة من الدلو عشرة من الحوت عشرة من الحمل عشرة من الطور عشرة من الجوزاء عشرة من السلطان عشرة من الاسد عشرة من العزرة عشرة من الميزان عشرة من العقرب عشرة من القوس وعشرة من الجدي وتقفل لحد عشرة في الدلو عشرة 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 وتبتدي بقى تشوف ده مش مش كلام صحيح او لو انت حابب تشتغل بيها هي ما بتديش نتائج دقيقة بنسبة بنسبة كبيرة لكن اللي هيدك نتائج دقيقة انك تشتغل بنظام يعني كل برج بيت انك تعتبر ان البرج كله على بعضيه بيت فاي حاجة تقع في الميزان فهي في البيت التاسعة اي حاجة تقع في الجوزاء فهي في البيت الخامس اي حاجة تقع في الطور فهي في البيت الرابع اي حاجة تقع في العقرب فهي في البيت العاشق اي حاجة تقع في القص فهي في البيت الحضاشق وهي كذا تعتبر ان البرج كله على بعضيه علامة او بيت كل اسمه نظام كل برج بيت فعشان كده ده الخلافات اللي بتحصل ما بين نظام الاسهم اللي بيسمون نظام الاسهم هو اسمه نظام البيوت المتساوية ونظام كل برج بيت اللي هو الهول ساين بالانجليزي اسمه هول ساين طيب لو انت جيت هنا فتحت البرنامج ودخلت على حاجة اسمها الهو السيستم او الممكن المين سيتنجز في الاادات الاصلية او الاساسية هيطلع لك بقى نظام البيوت والكلام ده انا شرحته خمسمائة تريليون مرة وده المرة رقم تريليون وواحد ماشي بس عشان الناس تفعل في نظام اسمه نظام بلاسيديوس نظام اسمه نظام كوخ نظام تاني اسمه نظام الاكوال فروم ام سي الاكوال فروم اي 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 اس سي اه ريجيومانتوس الهول ساين اه الهول ساين اه بالطلع زائد واحد بروفري كومبانيوس اه توبسنتريك مريديان مورينيوس مش عارف فيهلو او بقى انك تخلي انه ان البيت الاول هو اللي فيه الشمس او ان البيت الاول اللي فيه القمر او ان البيت الاول اللي فيه عطارد او ان البيت الاول هو اللي فيه المريخ او ان البيت الاول اللي فيه مارس او ان البيت الاول اللي فيه جوبتير البيت الاول اللي فيه زوحل البيت الاول اللي فيه رونوس واكذا البيت الاول اللي فيه نيبتون وتقريبا هنا بلوتو موجود تحت في اخر القايمة فدي انظم التقسيم البيوت احنا بنستخدم ايش النظام كل برج بيت اهو اهو اسمه نظام كل برج بيت عشان الناس تسأل كتير على الموضوع ده فاحنا لازم نجاوب عليه نظام كل برج بيت نظام كل برج بيت عشان الناس تعرف هكررنا الموضوع ده تريد شكرا ده انظم التأسيم البيوت اللي احنا بنستخدمها وشكرا ناخد